اشتركوا في القناة الذي تعد فيه سلطات خطة لمنع استمرار انتشار المرض وافادت الوزارة في احصائيات يومية جديدة بارتفاع حصيلة الاصابات المسجلة بعد وفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في البلاد خلال الساعات الاربعة وعشرين الماضية بواقع الفين خمسمية تمانية وسبعين مقابل الفين تمنمية اربعة وربعين ليصل العدد العام للحالات الى مستوى 325 تلتمية تسعة وعشرين واضفت الوزارة انها رصدت 18 وفاة جديدة جراء المرض مقابل 27 في احصائية السبت ليبلغ العدد الاجمالي لضحايا الجائحة في البلاد 35986 شخصا وتشهد ايطاليا في الايام الماضية ارتفاعات كبيرة لمؤشر الاصابات اليومية بفيروس كورونا ما دفع السلطات لدراسة اعادة بعض القيود العامة التي تم رفعها سابقا وذلك وسط مخاوف من قدوم موجة ثانية من الجائحة اشتركوا في القناة